قبل ما نبدأ الفيديو ياريت متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وكمان تشترك في قناتنا الاحتياطية كاريكاتون بالعربي وياريت تتفرج على الملخصات القبل كده علشان تفهم الملخص ده مش ازاي بيروح جينجي بيلايها توري ومعاته كيكو وقال لهم أكدسوا ان ما فيش غرفة ليهم فضية وقالها توري الجينجي يا خاين فندق أوروريا وقالت لها كازو كان جينجي كان بيشتغل معهم في فندق أوروريا وبيعتزر جينجي ليهم لأن الفندق مليان وما فيش ليهم غرف فضية لكن قوي تنزلت عن غرفتها ليهم وهترجع مطعمها ولما سألوا على السيد الغول قالهم انه هو مسافر للعالم المرئي وكان من الواضح على الجميع انه هما ما بيحبهمش ابدا وقال لها جينجي انها توري مدير مكتب استقبال فندق أوروريا وبترجع قوي لعمالها وبتستابر رسالة على جهاز المراسلات من السيد الغول وقال لها تطلب اي حاجة هي عايزها هيجي بالها من هناك فجاء قوي في طريقة بتلاقي السيد توكيكو موقف موظفة الحمام شيزونا وقال لها قوي ما تدخلش ما بينهم وتأسفت له شيزونا وقعته وهربت مع قوي قالت لها شيزونا انه كيكو من الاياكاش اللي لهم خواص نارية وهو اللي علمها من الاساس وطلب منها ترجع معاه الفندق وقالت انها تولدت في منطقة فقيرة على الارض الجنوبية واخدها السيد توكيكو واعتنى بيها وعلمها زي تشتغل وصرف فلوس كتيرة جدا علشان يدور على الينابيع الحرة في حول التسعيده وتدور هي واول ما لقت مصدر الينابيع الحرة لكن في مكان ممنوع تحفر فيه وفجأة هجمت عليها قوة وحمها السيد توكيكو لكنه اتصاب وتسببت له في نتبة كبيرة جدا في راسه وقوته بدأت تتصرب منها وبعدها قررت تسيب العمل في أوروريا وما ادرتش يسامح نفسها ابدا لكن السيد الغول لقاها وعينها في فندق تينجين ولما رجعت لها قوي روبطها قالت ان السيد توكيكو هو اللي ادهولها كهدية وكان بيربط شعرها أثناء تدربها به عرفت قوي انها بتحبه جدا وقالت شوزنا انها بتشتغل في تينجين علشان تحقق ذاتها ولما قدمت لها قوي حلوة طماطم عرفت قوي منها انها بتحبها هي والسيد توكيكو وشكرتها شوزنا على الحلوة ولسه بيفكر توكيكو في شوزنا وبردو هي كمان بتفكر فيه وقوي بتقول نفسها انها لازم تساعدهم ولما رسلت السيد الغول طلبت منه شوكولاتة وخميرة جفة ودقيق وتاني يوم قررت تعمل لهم الطماطم وحضر كلب قروريا وخطف منها الطعام واعتذر لها السيد توكيكو ولما شافها جينجي قال لها ان الكلب اللي شافته ده بالنسبة لهم زي التميمة كده وبيحبوه جدا وليه مكانة كبيرة جدا عندهم وبتشوف قوي توكيكو هو بيحاول يقنع شوزنا انها ترجع معاه لكنها قلبته على ظهره ومشت وقال انها اكيد بتكرهه لانه ما بيعرفش يبين مشاعره وبيفضل يعيت وقال لقوي ان الرباط ده سابته شوزنا قبل ما تمشي وده لقوي ترجعه لها ومشى ولما قدمت قوي لشوزنا الكاتشاب قالت ان توكيكو بيحب الطماطم جدا ولما تكلمت قوي مع جينجي سألته طالما شوزنا بتحب توكيكو ليه ما ترجعش معاه فقال لها لانها مسألة اثبات لذاتها وتفوقها في الحاجة اللي هي بتحبها ولما راحت قوي لتوكيكو طلبت منه ان هو يحضر على العشاء عندهم في المطعم وقال لها توري فكرة حلوة لانه ما بقاش يأكل اليومين دول ورجعت لقوي روباط بتاع شعر الشوزنا وقالت له يرجعولها بنفسه وجهزت قوي الشوزنا انها تواجه السيد توكيكو بكل مشاعرها وساعدتها كمان في طبيخ كل انواع الاكل بالطماطم وطلبت من شوزنا تعمل كرات اللحم مع السيد توكيكو واتفاجئت شوزنا بحضوره لكنها وفقت وقالت انها عايزة تطبخ معاه ربطته كانت سعيدة جدا وساعدوا بعض في الطبخ وعملوا الاكل سوا وكانوا مبسوطين جدا انه هما مع بعض واكلوا سوا مع بعض وكل واحد فيهم اثبت مشاعره للتاني وقال لها انه هيستنها في اي وقت هي تجيله وبيشكروا قوي على مساعدتها ليهم وبيودعوها وبيدخل لها توري وبطلب منها ياكل من طعمها وقال لها انه كان صديق جدها وقدمت له الاكل وعجبه جدا وقال لها انه ابن ماتسبة لكنه تبرق منه لان حصل ما بينهم شجار وضربوا الجميع ورمو بعيد عنهم لانه انتهت قانونهم وقدمت له الحلوة وقال لها انه جدها كان بيحب فندق تين جين جدا ولما سألته على جينجي قال لها انه ماكر ومحدش يعرف نواياه وزعلت عليه جدا ولما دخل عليه اكاتسو مسكه وقعه على الارض وقال له يبعد عن عروس السيد الغو وشكر هاتوري قوي على الطعام ومشى واكاتسو بيزعق لها لانه بيشتغل في فندق عدوهم وقال لها انه شخص غير موثوق بيه وقالت بس شكله زكي وقال انه عارب ولما رجع هاتوري لتوكيكو قال انه قوي بنت مهيرة في الطبخ لكن شكلها عنيدة لانها زي جدها شيروا بالزبط وفجأة بتسوت كازوكا وقالت انه اطفال احدى الاسر مش موجودين وقال له جينجي انه هيدور عليهم في الطابق العلوي وهو هيدور عليهم في الطابق السفلي وبالفعل بينزلوا سوا للطابق السفلي وقال لها اعمل ايه لو اي طفل بكى منهم وبتلاقي قوي تميمة السيد الغول بتنور وقال لها انها بتستمد طاقتها منها ففرحت جدا وقال لها ان الطابق السفلي ده قوة الفندق الحقيقية وهنا بيصنعوا السابون وكمان الحلويات والفقران دول بيصنعوا قرات الرز بالسكر وبيعلبوها كمان وبتلاقيهم اخدين راحتهم برضو وبيخاف الاطفال من مدير مكتب الاستقبال وبتلاعوا يجروا منه وهو وراهم وبيستخبوا في المعمل وبيلاقوا دكتور ساركو المسؤول عن تطوير الفندق وبيلاقوا الاطفال وهم بيهربوا وبتلاقي قوي نوبه وهو بيجري وجرت وراه لقيت نفسها في مكتب وصور الجميع ولقيت صورة جدها وصورة السيد الغول مع البنت اللي من فصيلة القراشي واستغربت ليه هما سوا وفجأة لقيت نفسها عند الاطفال وسألوها هي جات منين وبتحاول توقفهم وقالوا ان هما بيبحثوا عن دبوس شعر اختهم وفجأة بتقع البنت وبتجري تنقذها قوي لكنهم اللي اتنين بيقعوا وراح انقذهم اكاتسو بخيوطه وشكروا كلهم وعياتة البنت لكن اكاتسو جاب لها دبوس شعرها وبترجع قوي بتستلم رسالة شكر من السيد الغول انها لقت الاطفال وطلب منها تطبخ له اكل جميل اول ما يحضر وقال لها انه جايب لها كل اللي هي طلبته وبتعمل لهم قوي الحلوة وبتقدمها للجميع والكل مبسوطين جدا منها وبعد ما بتخلص فجأة بتلاقي جنجي تعبان وبينهج واخدته للمطعم وعملته الطعام وقدمته له لما اعتذر لها طلبت منه انه هو يأكل علشان يتحسن وبالفعل لما نفست كلامها وفاق من بعد ما اكل اكلها وقال لها ما تبكيش علشاني وحست لمسته ان دي حستها قبل كده وقالت انها سعيدة لما بقى كويس وقالت ان بوجوده هي استمرت وهو لشجعها وقال لها انه حاسس ان محدش بيصق فيه لانه كان بيشتغل في الفندق المنافس ليهم وقالت له انه بالنسبة لها حاجة مهمة جدا وبتحترمه جدا وقال لها انه هيروح يرجع لعمله وفجأة بتلاقي السيد رجع وبتوديله الاكل وسمعت السيد الغول بيتكلم معها هاتوري وقال له ان فندق اوروريا مزي فندق تنجل وفجأة راحت واقعة مكسر الباب وينهار كسفة وفضل يضحك عليها هاتوري وطبعا قوي محروجة جدا من اللي عملته ودعه مع هاتوري ورح لغرفته وقال لها السيد انه جاب لها كل اللي هي طلبته وفرح لما اكل طعامها وقال لها انه نكيته جميلة جدا وقال لها انه سوزان بتسلم عليها ودايما جنب قبر شيرو وقال لها ياريت تفضل تهتم بالجميع حتى هو زوجها وقالت له رجعنا تاني للكلام ده لكنها كانت مبسوطة برجوعة جدا ورح لها السيد بياكيا وطلب منها اكل القطط الاياكاشي وديت له الاكل وراحت وراء تشوف القطط ورحبوا بوجودها واصطفوا كلهم علشان ياكلوا وشكروا قوي على الطعام ولايت قوي الجميع في حمام للأقدام وقال السيد الغول قوي تعمل لهم حفل الطعام في المكان ده وفرحت بالفكرة جدا والجميع سعيدها في الطبخ زي اللي سعيدها في الشعال النار واللي سعيدها في الصيد واللي سعيدها كمان في الشواق وكلهم سعداء مع بعض وأخيرا جهزوا الطعام وكان الكل مبسوط وحتى تشيبي بيتشقلب وتشيزونا كانت سعيدة مع السيد توكيكو وقوي كانت سعيدة وشكرها سيد الغول على وجودها وكمان هي كانت فرحانة بكلامه على عكس أول مقابلة ما بينهم خالص ولايت جنجي حزين ولما سألته عن سبب حزنه وفجأة بيظهر منطاط كبير لفندق أروريا وفجأة بيظهر رانمارو مدير فندق أروريا بقناع الأرض الجنوبية وقال النجاي ياخد موصفينهم وبينطلهم رانمارو وقالها توري القوي أن رانمارو من فصيلة الكلب والأسد وهو مدير فندق أروريا الحقيق توصل دوجي وهي الأعلى منهم كلهم وفتكرتها قوي والجميع انحانا لها وقالاها توري أنها رئيسة فندق أروريا الحقيقة وهي برضو اللي أسست فندق تين جين وبعدها تركت الفندق في رعاية السيد الغول وبعدها رحت أسست فندق أوروريا في الأرض الجنوبية ولما سألها السيد الغول عن سبب ما جاءها قالت إنها جاء تاخد موظفينها ورجع هاتوري وتوكيكو وادعي السيد توكيكو شزونا وقالت دوجي إنها كمان هتاخد جينجي وصرخت قوي عن السبب وقالت إن اتفاقهم من البداية أنه يشتغل في فندق تينجين لمدة خمسين سنة وبعدها يرجع لأوروريا وحاول بياكيا يقنعها فقالت إنها لأسست الفندقين وده حقها التقرر اللي هي عايزة وبيرجع لهم جينجي وادعي الجميع والكل مستغرب من اللي حصل وجرت عليه قوي وقفها سيد الغول وهي زعلانة ومتدايقة وفضلت تعايت وأخد جينجي قناعه من رانمار وده اللي أكد لها إن هو اللي ساعدها وهي صغيرة وبتفضل تعايت وبتطلب من السيد الغول يوقفه وفجأة طلعت أكل اللي بيحبه نوبه وجرى عليها ومسكيته وهددتهم بمروحة التينجو والجميع مزهول من اللي بيحصل وتهددها ليهم وفجأة شلت حركتها دوجي وبدأت تنيمها لحد ما فقدت الوعي وصحت وفجأة لقيت نفسها على المنطد ومعاهم ومسكه رانمار وقال لها إزاي واحدة زيك تهددنا أصلا وإن دوجي هي اللي جابتها ومحدش يقدر يقف قصادها حتى سيد الغول ودفع عنها جينجي وقاله ممنوع يسيق ليها لإنها عروسة سيد الغول والإدنين غضبانين جدا من بعض وقوي استسلمت للأمر الواقع